أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق ثلاث محلات تجارية لم تلتزم بالقانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تدعية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وقالت التجارة إن فرقها التفتيشية رصدت 263 جمعية تعاونية وأسواق مركزية ومحلات تجارية وبسطات للخضروات للوقوف على مدى التزام هابل والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن إعادة فتح خمسة محلات تجارية